السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العجزاء طلاب الصف الثالث السنة ورجعنا لكم تاني فيديو جديد بنكمل في حل اسئل الكتاب الايزو معنا النهاردة صفحة 133 نكملين معكم مسائل التحليل الكمي الكتلي مسائل التطاير بالاخص المسألة رقم خمسة صفحة 133 بيقول لي اذا كانت كتلة زجاجة الوزن فارغة بتساوي 27.3 من 10 وبها وكتلاتها وبها كولوريد البريوم المتهدرت 30 جراب وكتلاتها بعد التسخين وثبات الوزن 29.6 من 10 بيقول لي فمن نسبة المقاوية لماء التبلر في الملح المتهدرت وما الصيغة لما اجيب كتلة ماء التبلر ستساوي كتلة المادة المتهدرتة او المائية ناقص كتلة المادة الغير متهدرتة او بعد التسخين عشان اجيبها في مسألة زيديت هنقول له كتلة المادة الغير متهدرتة لها بعد ما ثبتت كتلتها هناخد الكتلة اللي هي متهدرتة هنقول له الكتلة كانت كام تلاتين بس معها الزجاجة فنشيل الزجاجة منها اللي هي كام سبعة وعشرين وتلاتة من عشرة نشوف الناتج ده والناتج ده ونحسن الناتج ده طلع اتنين وسابعة من عشرة وده اتنين وتلاتة من عشرة بعد كده هتقول له كتلة المادة المتهدرتة كانت كام اتنين وسبعة من عشرة ناقص كتلة المادة الغير متهدرتة او كتلة المادة بعد التسخين 2.3 من 10 يبقى كده كام 4 من 10 هو عاوز نسبة ماء التبلر هقوله نسبة ماء التبلر بتساوي كتلة ماء التبلر على كتلة المادة المتهدرتة في 100 كتلة ماء التبلر 4 من 10 المادة المتهدرتة 2.7 من 10 في 100 الناتج بيساوي 14.81 من 100% دي النسبة هو اجيب لي جدول وبقول لنسبة ماء التبلر هتبقى 37.72 ولا 49.9 من 10 ولا 14.815 ولا 14.815 انا كده هشتغل على مين جيم او دال هستبقى الالف و بقى المطلوب الثاني ايه بقى بقول لي والصيغة هتبقى ايه وعاوز الصيغة يعني عاوز الاكس هقول لك قانون تحسب به الاكس الاكس اللي هو عدد ملات الماية بيساوي كتلة ماء التبلر في الصيغة في كتلة المول من المادة الغير متهدرته هتيجي تحت ماء التبلر وتقول كتلة مول مية وتيجي تحت كتلة المول من المادة المتهدرته وتقول كتلة المادة الغير متهدرته في المسئلة بتاعتي هتعاوز كتلة ماء التبلر عندنا كانت كامة اربعة من عشر في كتلة المول من المادة الغير متهدرته المادة الغير متهدرته بتاعتنا اسمها ايه كلوريت باريوم كلوريت باريوم اللي هو ايه بي اي سي ال تو احسب كتلة المول منه كده 137 باريوم اعطلنا هنا كتلة هي باريوم 137 تلاتين. زائد اتنين في خمسة وتلاتين ونص بواحد وسبعين. يعني ميتين وتمانية. يبقى هنا اربعة من عشرة. ميتين وتمانية لها كتلة المول. كتلة المول من المية معروفة تمنتاشر. كتلة المادة الغير متهدرتة في المسألة كانت كام? اتنين وتلاتة من عشرة. حضرتك. كده خلاص وصلت للأكس. النتج بيساوي اتنين. طبعا تسع من الف. يعني تقريبا اتنين. يبقى الصغة بتاعتنا هتكون بي ايه? سي ال تو تو اتش تو او. طبعا احنا حللنا قبل كده مسائل بالقانون. حللنا مساءل في الجدول. ودي اتناسألة بالقانون. بالنوع في طرق الحل بحيث ان حضرتك ترتاح والطريقة اللي تعجبك تشتغل بها دايما. السؤال رقم ستة بيقول لي عند تسخين اتنين وتمانية وستين من مية جرام من كابريتات السوديوم المتهدرتة ان اي تو اس او فور اكس اتش تو او. ان اي تو اس او فور دوت اكس اتش تو او. المادة دية اللي احنا عملناها لعملية تسخين. يحصل تطاير. هيعطي لنا ان اي تو اس او فور زائد اكس اتش تو او. كتلة المادة دي كانت اتنين تمانية وستين من مية زي ما هو اقل لنا. لما سخرناها نتج مية واحد ستة وعشر. نتج ماء واحد ستة وعشرين. لو انا طرحت الاتنين من بعض بيبقى نجيب له كتلة ايه? المادة الغير متهدرت. ستة من تمانية اتنين. اتنين من ستة اربعة. علامة واحد من اتنين واحد. واحد اتنين واربعين. بعد كده او بيقول لي فتكون صغة الجزء. يلا نطبق القانون اللي احنا قلناه. اكس. لما اجيجيبها. بقول بتساوي. كتلة ماء التبلور في الصيغة. في كتلة المول من المادة الغير متهدرتة. على كتلة مول ماء في كتلة المادة الغير متهدرتة في المسألة. طبق. كتلة ماء التبلور عندنا كام? واحد ستة وعشرين. اهي. واحد ستة وعشرين من مية. كتلة المول من المادة ديت لو حسبتها. هتبقى اتنين في تلاتة وعشرين. زائد اتنين وتلاتين. زائد اربعة في ستاشر اللي هم اربعة وستين. بتطلع مية اتنين واربعين جرام. كتلة ماء. كتلة مول مية. معروفة تمنتاشر. في كتلة المادة الغير متهدرتة في المسألة. واحد اتنين واربعين من مية. اشتغل بالقانون بتاعك. طبعا دي على دي. هيبقى عندي هنا. اه مية واحد اتنين مية اتنين واربعين على واحد واتنين واربعين من مية. هيبقى فيها العشرة. او مية تقريبا. اضرب بقى مية في واحد ستة وعشر من مية التمنتاشر. هتطلع مية ستة وعشرين على التمنتاشر. الناتج هيبقى سبع مول. وممكن تشتغلها بالقالة الحزب مباشرة. طالما كده كده هتستخدم القالة الحزب تطلع سبع مول. يبقى الصغة بتاعتنا ن اي تو اس او فور سفن اتش تو او. ديات الصغة بتاعتنا. يبقى نختار له الصغة اللي فيها سبع مول. يبقى نختار له ايه? جين. نروح بعد كده لسؤال رقم سبعة. عينة من كابريتات النحاس اللامائية البيضاء كتلتها مية تمانية وعشرين جرام كلمة كابريتات نحاس اللامائية بيضاء يعني الصغة بتاعتها سي يو اس او فور بس كتلتها مية تمانية وعشرين تركت في الهواء فاصبحت كتلتها متين يبقى كده امتصت مية تكون نسبة ماء التبلور الزيادة هي ماء التبلور يبقى كده كتلت ماء التبلور بتساوي كتلت المادة المتهدرتة اللي هي متين ناقص كتلت المادة الغير متهدرتة اللي هي مية تمانية وعشرين بيساوي اتنين وسبعين جرام بعد كده هتجيب له نسبة ماء التبلور بيساوي كتلت ماء التبلور على كتلت المادة المتهدرتة في مية كتلت ماء التبلور طلع معنا اتنين وسبعين على كتلت المادة المتهدرتة بحالها اللي هي متين في مية الناتج طبعا عن مية في الواحد على مية في الاثنين 72 على الاثنين هيبقى كده فيها ستة وثلاتين في الميه يبقى الإجابة؟ جين نروح بعد كده للسؤال رقم 8 بول عينة كتلتها 1.4 جرام من كولوريد البريوم المتهدر بSL2XH2O تحتوي على 14.76% من كتلتها ماء تبلر فإن عدد مولات ماء التبلر في المول هنجيب ايه؟ هنجيب كتلة ماء التبلر هنجيب كتلة ماء التبلر ازاي؟ هتقول لي كتلة ماء التبلر بتساوي نسبة ماء التبلر على 100 فوق في كتلة المادة الغير المادة المتهدرية يبقى عشان تجيب له النسبة أو تجيب له الكتلة هتأخذ النسبة النسبة بتاعتك كانت كامة؟ 14.76% 14.76% في كتلة المادة المتهدرية كلها كانت كامة؟ 1.4 من 10 يبقى في 1.4 من 10 على 100 شوف الناتج 2 علامة 2 0 6 6 4 هكتب الناتج كله عشان المسألة تبقى دقيقة في الآخر كده أنا جبت له كتلة ماء للتبلر هنا بقى بيقول لي أنا عاوز نسبة فإن عدد مولات ماء التبلر في الملح المتهدر عاوز عدد مولات ماء التبلر يعني عاوز يبقى هنشتغلها مسألة جديدة خالص ازاي؟ هتجي هنا تعمل القانون بتاعك الاول اكتب كده هيعطي زائد كتلة دية كانت واحد واربعة كتلة دية طلعت علامة اتنين صفر ستة ستة اربعة هنطرح لاتنين من بعض عشان نجيب له كتلة كولوريد البريوم الغير متهدرت النتج هنا هيبقى واحد علامة واحد تسعة تلاتة تلاتة ستة ده النتج طيب بعد كده هنشتغل القانون اكس هجيب له عدد مولادة ازاي؟ اكس قولنا بتساوي كتلة ماء التبلر في كتلة المول من المادة الغير متهدرتة على كتلة مول مية في كتلة المادة الغير متهدرتة في المسألة عوض كتلة ماء التبلر عندي علامة اتنين صف ستة ستة اربعة في كتلة المول من المادة الغير متهدرتة حزبنا في المسألة اللي فاتت مية سبعة وتلاتين بريوم زائد اتنين في خمسة وتلاتين ونص يعني واحد وسبعين بتطلع معي ميتين وتمانية كتلة مول المية معروفة ومحفوظة تمنتاشر كتلة المادة الغير متهدرتة هنا واحد علامة واحد تسعة تلاتة تلاتة ستة هنشوف الناتج هيطلع كام مول ونكتب الصيغة التعلي الناتج اتنين مول فاتنين طبعا ويه قصور كده يعني الناتج طالع معنا كده بالزبط فحضرتك هتكتب كام اتنين يبقى الصيغة بتاعتنا بي اي سي ال تو تو اتش تو او يبقى عدد مولات ماء التبلر كام مول اتنين مول يبقى اللي جابة بتاعتنا تكون الف نروح للسؤال اللي بعده بول عينة من كابريتات الماغنيسيوم المتهددة كابريتات ماغنيسيوم ام جي متهدرتها يبقى اكس اتش تو او تحتوي على اتنين وستين وستة وعشر من مية في المية من كتلاتها ماء تبلر تن عدد مولات ماء التبلر في الصيغة مسألة زي دياتي شباب هنحلها ازاي سهلة جدا حضرتك هتجي تكتب الصيغة بتاعتك ام جي اس او فور دوت اكس اتش تو او هتعطلنا ام جي اس او فور زائد اكس اتش تو او كتلة دي كلها تعتبرها مية في المية هو بقول لي فيها تنين وستين وستة وعشر من مية في المية من كتلتها ماء تبلر يبقى ده اتنين وستين وستة وعشر من مية في المية لو طرحنا الاتنين من بعض نجيب له ام جي اس او فور الناتج هيبقى سبعة وثلاثين واربعة وسبعين من مية طيب هو كده عاوز بيه بقول لي عدد مولات ماء التبلر يلا القانون اللي احنا شغالين عليه بقى لنقطر من ساعة مجازا يعني اكس بتساوي كتلة ماء التبلر احنا هنعتبر ان النسب اللي فوق دي كتل فيه كتلة المول من المادة الغير متهدرتها هنحسبها دلوقتي هنا كتلة مول مية وهنا كتلة المادة الغير متهدرتها احسب كتلة ماء التبلر اتنين وستين ستة وعشرين يلا نحسب كتلة المول من دي الام جي باربعة وعشرين والاس باتنين وثلاثين والاو اربعة في ستاشر باربعة وستين اجمع دولار بعطين واثنين يبقى عشر وصفره معنا الواحد بقى التلاتة وثلاثة ستة وستة يبقوا كده كام اتناشر يبقى هنا كده فيه مية وعشر كتلة المول من المية نعروف تمنتاشر كتلة المادة بتاعتنا سبعة وثلاثين واربعة وسبعين من مية احسب شوف النتج كام وكتبه النتج بيساوي عشر تسعة تسعة تمانية يعني تقريبا حدواشر مول يبقى الصيغة بتاعتنا لو هو طالبها هتبقى مجي اس او فور حدواشر اتش تو او ده لو هو عاوز الصيغة شوف بقى هو طالب ايه بقول لعدد المولات يبقى عدد المولات في المسألة دي تبساوي كام حدواشر مول بكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في حلقات قادمة بالتوفيق يا شباب وبنأكلونكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة